ده بقى لو بصيت في الجدول اللي احنا كنا في اول محاضرة كنا جيبناه وقال لك الاسئلة اللي تيجي كتير في الامتحان هتلاقي ان ما فيش امتحان في الدبلومة اللي لو جي في ايه اللي لازم يجي فيه حتة خصوصا ان زي ما قلنا كده ايفاز 15 بقى مهم جدا ليه بقى يا عم انت اقال لك لان دلوقتي الجاب الامريكي ومعايير التقارير المالية ده وليه متفقين عليه وكمان معيار جديد ولسه جايبينه في امتحانات اللي سابقة يا نهر ابيض وهييجي تاني برضو ما تقلقش فاحنا رضا يعنا في مش مشكلة يعني محاضرة او اتنين يعني مش محاضرة او اتنين احنا كنا عايزين نخلصوا النواضع عشان نحل احنا مش عايزين نتكلم كتير عايزين نحل كتير ان شاء الله الله المستعان احنا طبعا بنطلب من الناس ان يتفاجع بقى هيحلوا من الكتاب الكتاب موجود مع حضراتكو المسائل اه طبعا في عندك اسبوع اوعى تسيبي الاسبوع ده وتلاقي نفسك نسيت محتاجين كمان الريفينيو ريكو جنيشن تقرى كويس واحنا هنحاول ان شاء الله نسهله بازن الله طيب بتقولي الريفينيو ريكو جنيشن يعني ايه يعني الاعتراف بالاراد انت كنت الاول بتقولي الاراد يتحقق بالبيع بس يعني انا ببيع سلعة او بقى ادي خدمة خلاص قدمتلك السلعة او الخدمة خلاص انا كده ايه الاراد تحقق بالنسبالي والله انت ادتني فلوسي كاش بقى بقى ليه فلوس عندك بقى ايه بقى رسيفة بولية مدينين مش مشكلة بالنسبالي انا ما بقى انا انا شغال في المحاسبة بالاكرو والبيز مش بالكاش بيز صح اه بقايد الارادات والنصفات بما يخص السنة او بما يخص الفترة وليس بما قبدا نقدا او صرف نقدا صح ماشي عام دي حاجة تانية غير الاكرو والبيز والكاش بيز احنا دلوقتي بنتكلم في ريفينيو ريكو جنيشن ام تعترف بالاراد قالت بص لو بيع وشارعوا الحاجات البسيطة دي سهلة خلاص دوما سلمت المشكلة كان زمان مسلا في محاسبة المقاولات لذلك كان فيه معيار اا اا اي اس كان تمنتاشر اي اس تمنتاشر وكان فيه اا 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 اي اس احداشر بتاع الكونستاكشن كونتاكتز بتاع المقاولات اي اس تمنتاشر بتاع الايراد اللي اتنين دول اتلاغوا ونزل ايفاز خمستاشر ايفاز خمستاشر بيقول لك ايفرد المشكلة اللي احنا منتكلم فيها في العقود طويلة الاجل اللي قد تخص اكتر من سنة قد تخص اكتر من سنة اا فهي دي مشكلتها دي بقى انت محتاج بقى خمس خطوات تفصص للعقد ده ونفهمه وامتى اتحقق الايراد اقول الايراد حقق ما يخص السنة دي كام? اه مش احنا بنقول ان احنا تبقى للاكر والبيز بنقيد الايرادات والمصفات بما يخص السنة وليس بما قبضة نقدا او صرفة نقدا? اه. طيب ان هذا شوكات المأولاد بتبني مبنى. المبنى دا يوعد خمس سنين. بيحسبه ازاي كان زي ما يقولك نسبة الاتمام. معايير القديمة. كانوا لك نسبة الاتمام. كل ما يتم حتى يعملوا مستخلص. المستخلص يجي. ها? انتو اه عملتوا ايه? عملنا عمل توريد وتركيب. عملنا مش عايف كم متر اه خلاص انا مسلحة. كم متر مش عايف اه بلاط. كم متر اشتاو ورملو وظلطو اسمنتو. يبقى فيه خدمات وفيه سلع بيجبوها. مسلا. المقاول. طب بلاش المقاول? احنا هنعمل بس المقاولات. خلينا نقول واحد بيورد سلع مسلا لجامعة ولا حاجة. الجامعة عندها مدينة جامعية بتعمل لهم فطار. بتعمل لهم غدا. بتعمل لهم عشا. وفيه شركة بتورد لهم اغزية. هل بتورد اغزية مرة واحدة وخلاص? لا. تورد كتير. ففيه عقد طويل الاجل. فتحقق امتى يتحققوا بالاعاد? لما يوردوا السلع. خلاص الناس استلمت منهم الحاجة ووفقت على استلامها. يبدأ يتحققوا بالاعراد. طب قول الاعراد طب هم بدون عربون. جوم اخر السنة حاسبونا. او مسلا ايه? قال لك ده عقد بتاع تلات سنين كلها على بعضها. خدنا عربون وبعدين هيبقى. فانت بتقول لي بقى لا 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 لا. لا ينفعش اللغبطة دي. بص. انا لازم الاول احدد. ايه هو العقد? وبعد كده ايه هو البرفورمانس ايه المطلوب مني ان انا يقدمه خدمات ولا سلعة? تمام? البرفورمانس بتاعت الاداء. اللي انا لما اديها ابقى اوفد بالعقد ده. تمام? طيب. وايه الترانز اكشن بايس? ايه الاسعار لكل حاجة? ايه الاسعار بتاعت المعاملات? مش انت بتورد سلع او خدمات او المقاولات الاتنين اللي بيعمل المقاولات ده بيبس سلع وخدمات. لا يا عم احنا بنحمل خدمات بس. مفيش مشاكل. المعيار ده هيشمل كل حاجة. هيشمل جميع انواع الشركات وجميع احكامها وجميع عن الانشطة. مش معمول للمقاولات بس. مش معمول للبترول بس. مش معقول هو لغة زي ما قلنا كده لغة معيار بتاع العقود المقاولات ولغة معيار الاس احداشر والاس ايه تمنتاشر. بتاع ايه المقاولات والايراد. اه فبتقول لي لا ده انت لازم تحدد العق ده هنشوف دلوقتي خمس خطوات تحديد وطلبات الاداء مع تحديد وبعد كده اعمل تخصيص بقى للايه? للاسعار لكل كل ما ادي حاجة اسلم حاجة سلعة او ادي خدمة والعميل استلامها وخلاص قديت العلاق ايه بقى كده هعترف بالجزء ده. اه ايه البرفورمانس ايه سادسفايت. حلو ايه نقرأ بقى بسرعة كده اللخصنا في خمس نقط المعيار ده بيتكلم فيه. بس الحكاية مش بالسهولة دي. اه ممكن تبع معها قادرة شوية. هنا بيقول لك اي فاوز خمستاشر وفينيو فروم كونتو اكتس ويز كاستمر سيت اوت رول اوفر كوجنيشن اوفر فينيو. بقى هو كل وظيفته اي معيار زي ما اتفقنا يا جماعة اي معيار. هنمسك ونعرف هو هدفه ايه. هنا هدفه بيقول لي ليعتراف بالاراد. ام تعترف بالاراد? وهقيت كام? والقيد شوف ازاي? طيب. بيزد اون تون سفير اوف كنترول اوف كاستمر تو كاستمر فوم زي انتيت سبلاينج زا جودز او سيفيس. عليش تاني كده? اللي اعتراف بالاراد بيزد اون تون سفير. اه. بناء على انتقال. الكنترول. الكنترول ليه السيطرة. من. الانتيتي سبلاينج زا جودز ان سيفيس تو زا كاستمر. السيطرة. التحكم في السلعة او الخدمات تتنقل من الشركة اللي احنا. اللي بنورد للكاستمر اللي احنا عاملين مع عقد. مع عقد. ما هو المعيار ده اسمه كده. فينيو فروم كونتراكت سويس كاستمر. ايفاز خمستاشر اسمه الاراد من العقود مع الزباين. بيبقى هو الزبون وانا الشركة بتاعتي هي الشركة اللي بتعمل خدمات بتأدي خدمات او بتورد سلعة. او شركة مقاولات بتقدم خدمات وسلعة. بتجيب المونة والقجرة او او مسلا توريد وتركيب. تخيل مسلا ناشيك التكيفات. فهي مسؤولة عن توريد التكيفات وتركبها. فديجي تقولي العقد لا العقد فيه بنود. تكسير الحيطة. تركيب التكيف. ممكن التكيف يكون اغلى حاجة في العقد. بس مش هو بس اللي في العقد. فيه خدمات. ممكن الزبون يكون مش عايزة الخدمات دي. يقولك لا انا هكس انا عندي الحيطة من كسارة اعم. اه ففيه خدمات. شوف بقى. العقد بقى من تعقدها. ممكن يقولك فيه خدمات متصلة بالحاجة. ما ينفعش حاجة من غيرها. وفيه فيه خدمات او سلع اخرى منفصلة. فلازم تفرق في العقد دي. طيب حلو او. خلاص احنا فهمنا ان ان المعيار ده يختص. احنا لسه قويين المرة اللي فاتت. والايازب كان بيقول لنا ان الانكم في في الكونسيبشال فرام ووك انكلود بوس وفينيو اند جينز. صح? اه. كنا بنقول لي يعني ايه? اه مفروض اه اه رفينيو ده ما يعني الانكم هو بهم سميه اه كده لا. هو بيقولك رفينيو والجينز. رفينيو از انكمينج. هو داخل انكم سوري. اه رفينيو از انكم الرفينيو هو داخل اه. هو انكم. سقول لنا ساعات بيقول عليه انكم. بس هو هو انكم بس ايه? من النشاط الطبيعي. من انشاطة الشركة. الشركة ممكن تكون مسلا اه نشاطها عيسي التجارة فهي بالتاجر. عامل عقد بقى مع جامعة ان هي تورد لها الحاجات البضاعة اللي هي او القدرة والفكهة او الاكل ده مش عارف ايه اه احنا شوكت مقابلات عاملين عقد مع المدينة دي ان احنا نبنلها اه مساكن مش عارف ايه. اه طيب. رفينيو. is income arising in the ordinary course of entities. اه اكتيفتي. and it may be called different names. that's sales. sales revenue. رد مبيعات. الفيز اللي هي الرسوم. interest. dividends. توزيعات. آآ كل الاسمي دي. الريالتز دي يعني بيسموها اللي هي الاتوات. يقول لك ممكن الشركة تاخد فلوس عن آآ استخدام الاخرين للاصول بتاعتها. الدفيدنز ليه توزيعات? لو انت شاري اسهم شركات اخرى. انت رست فوائد لو انت شاري سندات. آآ الفيز اللي هي الرسوم. انما السيل زين ما بيعد. طيب كلام جميل جدا جدا جدا. بحنا كده عرفنا ايه هو اه هدف المعيار ايه هو الانكم ايه هو الريفينيو. تعالي بقى قول لي بقى ايه ايه اللي حاصل بقى بتقول لي بص هو المعيار ده صدر في صدر في الفين واربعتاشر. انما اه الشركات هتبدأ تلتزم به من واحد ينال الفين وطمانتاشر. حلو قوي. يبقى ده خلاص عدى عليها فترة الافكتف ديت وبقى افكتف من زمان. طيب. زا كور بينسبل. ان ازا فيني ازا كونايزد تو ديسبايت زا تانسفير اوف جود زا او سيفس. نقل السلع والخدمات تو اكاستما هو ده اللي خاليني اعترف بالقراض بتاعي. ان اماونت زا تفليكت زا كونسيدواشن. المبالغ اللي هي مقابل بقى. طولت لي انا احنا متعقدين معاكن وادلوكو الفواكه دي. فوردنا الفواكه. يبقى خلاص عايزين المقابل بقى. اه. الاعتبارات او المقابلات يعني. فلوس تمنل هزيه الجودز اور سيرفس. which the entity expect to be انتايتل. اللي بتتوقع الشركة ان هي تبقى مطالبة بيه. فلوسي بقى. خلاص انا 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 اديتلوكو الحاجة اللي انتوا عايزيني. اللي مكتوبة في العقل. مقابل هزيه السلع والخدمات. اندر ايفاز خمستاشر ايفاز ففتين ده اللي احنا نكلم عليه. نقل السلع والخدمات هنا نقل السيطرة. يعني ايه السيطرة? يعني الكاستما بقى عنده السيطرة على السلع اللي انا اديتها. لو انا بيه عربيات يبقى بقى عنده خلاص يقدر يستخدم العربيات دي يقدر يستخدم السلع. كان الاول بيتقال عليها ايه? بيتقال عليها الريوردز والبنيفتز. اه رزا زان زا اه التونسفير اوف ريسكس اند ريوردز. الريسكس اللي هو المخاطر بتاعة الاصل. ده كان اي اس تمنتاشر كان بيقول كده. اي اس تمنتاشر كان بيقول لك نقل المخاطر. والمنافع بتاعة الاصل. هو كده خلاص انت نقل الاصل يبقى انا ايه? اه اعترف بالاقرار. لأ المعيار ايفاز خمستاشر. زي ما قلنا كده متوافق مع الجاب الامريكي. وتونسي اكتر وهي كواليتي ستاندر. والحاجات الكتيره هو اكتر. بقى يقول ايه? لا انا اهتم بنقل الكنترول وليس نقل الويسكس اند ريورد. يعني ايه الكنترول? السيطرة. انا سلمتك المبنى اللي اتعامل ده. الزبون استلم او الكاستما استلم الكنترول التحكم في اف ان اسد. معناها ايه? معناه ايه التحكم? الكنترول ده معناه ايه? والسيطرة? يعني القضى على الاستخدام او توجيه استخدام الاصل او المنافع من الاصل. اه الاول كنت بتقولي المخاطر والمنافع الريوردس والريسكس بتاعت انا ما دلوقتي لا السيطرة. السيطرة اللي هو ايه? ability to direct the acid and obtain substantially all the meaning benefit from the acid. الحكاية دي هتبان لما تيجي تقولي. آآ في حاجات كتير مسلا زي في زي مثلا. تقولي انت ممكن تبقى عندك ايجار لحاجة مش بتاعتك. يعني انت انت جايب اصل. آآ جايب اصل عمله ليز. هل ده انت كده اونر لي? لا انت مش اونر. انت ليك استخدام بس. ما لكش سيطرة عليه. آآ فانت ليك استخدام. حق الاستخدام. وتوجعه لصاحبه لو انت انت عامل مسلا حق استخدام. انما اي فاز 15 بيعالج برضو حاجات بما يكون مسلا الليز بعقد طويل الاجل. وازاي ازاي هاعترف بالايراد منه. آآ طيب خلاص. خلينا بس ما اللغبطش نفسنا نفس المعيار عن التاني واحدة واحدة نفهم اي فاز 15 وهنخش في في المعايير الاخير. مثلا بيقول لك عشان تعافي الفرق ما بين معاملات اللي هي بدخلة في اي فاز 15. بيقول لك مسلا الريتيل يعني اللي هو البيع بالتجزئة ده. ان انت بتيجي تشتري الحاجة وبتاخدها مقابل وخلاص. اي فاز 15. يعني بقى في اي تأثير القليل لو فيه تأثير اصلا. مش هتحس بفرق ما بين اللي اعترف بالايراد قبل كده و اي فاز 15. انما بقى. خدمات طويلة الاجر. او مالتي المنت اجرمنتس. اتكود ويزالت انشينج ايزا زاماونت او تايمينج اوفرينيو كورجنيزد. اه. هنا بقى زي مثلا زي ما قلنا يعني اكتر مثال بارز المقابلات. تقول لي مثلا احنا عاملين عقد مع الجامعة ان احنا نبني لها مدرك. بس المدرك ده هيقعد خمس سنين. وهناخد مثلا اه كيام قول مثلا تلاتة مليون. تلاتة مليون نقعد نبني في المبنى الكبير ده خمس سنين. هل هن اعترف ازاي بالايراد? يعني النهار ده السنة دي انا عايز اكتب ايرادات ما تخص السنة. اه كنت الاول بتقول لي نسبة الاتمام اللي هو اي اي اس 11 بتاع الكونستركشن كونتاكتس. انما دلوقتي تقول لي لا استنى بقى. اولا لازم احدد العقد. الخمس خطوات اللي هو يقول لك عليها المعيار. هنشوفها بالتفصيل ان شاء الله. هنا يفرق بقى. لان ده لان ده لازم احدد العقد واحدد المطالبات. انا انا هتسلم المبنى ده والمواصفات. يبقى فيه سلع وفيه خدمات هتتعمل. صح? او فيه حاجات فيه بنود توريد بس. فيه بنود توريد وتركيب. اه ده البقى اللي بيسمونه مستخوص. احدد البنود دي كلها. وكل حاجة سعراء ايه? وكل ما حاجة تخوص تسلم بالكلية منهم. بس بحيس ان اه هفرق ما بين فيه حاجات يعني مميزة. فيه سلع او فيه خدمات مميزة لوحدها. الزبون يقدر يستفيد منها لوحدها. يبقى دي كده خلاص. لو انا سلمتها يبقى اعترف بتمنها كده كله على بعض. بس بعد ما اخصص بقى. ليه? لاني بتقول لي ممكن المبلغ يكون شايع. لازم اخصص دي خصاك? طيب هنشوف بالتفصيل. اه. فل كويتشان اف آآ خمستاشر ان ديسمبر الفين وخمستاشر اكزامبي. ابا كان فيه سؤال كامل. شوف سؤال كامل يعني يعني عليه ايه? عليه نسبة كبيرة عشرين دارة عشرين في المية. في ايه? في ديسمبر الفين وخمستاشر. عايز يقول لك ان المعيار ده مهم وبييجي في في امتحانات الدبلوما عليه سؤال كامل طبعا هو ما فيش امتحان خلا منه يعني انت لو وجعت الامتحانات هتلاقي بس ايه بنسب متفوتة انما هو بيقول لك ابرازهم يعني الفين وخمساشرة كان فيه امتحان كامل سؤال كامل في الامتحان عن اه اللي فين يو فهم كون اه كاستما كونتاكتز طيب الاسكوب بقى ايه الاسكوب احنا قلنا اي معيار محتاج تعرف في الاسكوب بتاع ايفاز خمساشرة ابلايز تو اول كونتراكتز ويز كاستما اكسبت الليز ليه لان اللي هو الاجارات ليه ايفاز ستاشر بيتكلم عنه تاني حاجة انشورانت كونتراكت ليه ايفاز اربعة بيتكلم عنه الفينانشال انسترمينت ايفاز تسعة اه يعني كل معيار بيجي يقول لك في اسكوب ليه اللي هو اه ما يخصني واللي بيتكلم عنه المعيار التاني هو اه موضوع اولى به يعني دي محتاجين نعرفها بسرعة احنا كده متوافقين يا جماعة مع بعض ولا في حد ليه سؤال طيب تمام اه في شوية كده محتاجين نعرفهم بسرعة كده اه خلاص احنا عرفنا زيادة في الاصول في منافع الاصول او انخفاض في الليابيليتي زيادة في الايكوتي ماشي احنا قلنا ان الايكوتي ده هو الحصة المتبقية من الاسيتس مينس الليابيليتي صح يبقى هو اللاعب النهائي يعني هو اللي بيصفي عنده كل حاجة المصرفات بتقلل من الايكوتي في الاخر الايرادات بتزود في الايكوتي الزيادة في الايكوتي او انخفاض الزيادة في اللاعب给我 ايه بيقصر في الايكوتي الزيادة في الاصد بتزود الاكوتي الانخفاض في الاسد بيقلل الايكوتي الزيادة في الليابيليبي بتقلل الايكوتي الفيديو بسابق زيادة في ر relatively بيظهرية او الايكوتي ما تكونش الزيادة في الاغي ده بسبب زيادة في راس المال كلم ده قلناه قبل كده في الconceptual فرام remains طيب ايه هو ريفينيو ريفينيو انكم اريزينج ان كورس اف انتيتي او دينوي اكتيفتي الانشطة رئيسية بتاعت الشركة جي منها انكم بس اسمه ايراد حلوة اوي طيب الكنتراكت دي بقى اللي تهمينا هنا في المعيار كونتراكت اجومنت اتفاقية مكتوبة between two or more parties طرفين او اكثر that creates enforceable rights and obligation العقد ده افهم الحتة دي كويس او عشان انا معاه كله متوقف عليها انشأ حقوق والتزامات يعني ايه حقوق والتزامات انا كمورد مثلا لو انا بورد مثلا اي حاجة الشركة بتورد شركة تجارية بتشتري الحاجة وتبيعها خلص انا عامل عقد مع شركة تانية ان انا اورد لها اجهزة الكترونية او يبقى كده في حقوق والتزامات علي وفي حقوق ليه الطرف الاخر والتزامات علي الحقوق اللي ليه مثلا ان انا الالتزامات اللي عليها اولا ان انا اورد الحاجات اللي التزامت بها في العقد والحقوق اللي ليه تمن هذه السلع والخدمات اللي هقدمها هو برضو ليه الحقوق اللي ليه ان انا اجيله الحاجة بالمواصفات اللي متفقين عليها في العقد والالتزامات اللي عليه ان يسدد او تمن هذه الحقوق والسلع والخدمات الكلام ده مظبوط يا جماعة متفقين مع بعض طيب تاني حاجة بيقول لك اه ايه بقى الكنتراكت اسد دي كلمة جديدة بتقولي الكنتراكت اسد اللي هي انت بتقولي اصول اصول الحق الشركة بتاعتنا في الكنسدراشن تمن السلع والخدمات دي لو سلمت السلع والخدمات دي يبقى ليه الكنسدراشن بعد ما نكون سلمناه للايه غير المرور الوقت يعني بالتسليم لو احنا ملتزمين بالاداء مستقبلا يعني او ان الشركة هتديني الفلوس مستقبلا يبقى لك انا ليه اصول ليه مديني خلينا نكمل التعريفات وبعد كده نخش في الخطوات بتاعت الاعتراف بالاراض الريسيبابل طبعا الريسيبابل هو الانتيتيز رايت الانتيتي رايت فلوس لك عند الناس حاجات دي هتوضح بالتفصيل لما نجيلها ان شاء الله الفلوس ده الالتزامات اللي عليك ان انتيتي اوبليجيشن تو ترانسفير جودز او سيرفيس تو كاستمر فو ويتش زا انتيتي هاز ويسيف دي كونسيدوريشن انت استلامت الكنسيدوريشن يبقى ملتزم بقى عليك بقى ايه عليك ان انت سدد الجودز او سيرفيس مناخد الاجر طلب الله بالعمل اه كاستمر ايه الكاستمر ده هو البارتي الطرف الاخر اللي انت متعقد معه الشركة متعقد معه اللي هو عايز يحصل مني على يعني الكسرعة الخدمات دي هي ده شغل الاساسي وانا هطلعها للزبون مقابل اللي هو المقابل اللي احنا متفقين عليه في العقد performance obligation بقى ده اه دي بقى الحاجات اللي مكتوبة في العقد performance obligation وعندي الاخر اخر مصطلحين دول مهمين جدا 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 لان دي خطوات من خطوات اعتراف بالايراد في هذا المعيار performance obligation التزامات الاداء ابروميس واعد انا بلتزم مع الزبون ان انا هورد له goods or service or bundle bundle يعني ايه package مجموعة من goods or services that is distinct ممكن تكون السرعة والخدمات دي مميزة distinct يعني ايه يعني السرعة دي مميزة عن السرعة دي or serious مجموعة بقى من distinct goods or service that are substantially the same and that have the same pattern to transfer to the customer اما سرعة وخدمات مميزة او مجموعة بقى من السلعة والخدمات فلذلك لازم الاول تقول هنشوف دلوقتي الخمس خطوات اللي هي بعترف ديها بالايراد تقول لي حدد العقد حدد و بعد كده هنشوف ايه هو وبعد كده لكل اخر خطوة كل ما يتحقق كل ما وعد يعني انت يعني بص معرف لك هو انا بقى وعد الزبون انا هواديله تبقى للعقد هسلمه السلع والخدمات بس طبعا انت قلت هتظهر الحكاية دي في العود طويلة الاجر فانا عايز اعرف كل سنة يخصها كام اه يبقى كل performance obligation هخصص لها السعر وكل ما obligation يتم اه الوفاء بيه يقولك satisfied خلاص خلاص قدت المهمة بتاعتي هنا خلصت وردت كل التوريذات المطلوبة او قدت الخدمات المطلوبة او عملت المقاول لو سلمتها ابدأ باعترف بالقراط بكل حاجة ايه تبقى satisfied بس خد بالك في هنا stand alone price the price at which an entity would sell a promised good or service separately to customer يعني لو احنا هنا بنقول بنكلم على البندل مجموعة من السلع والخدمات وبنتكلم كمان عن series of the distinct goods اه ممكن يبقى تلاقي لا ده فيه stand alone ceiling price سلع واحدة وفي transaction price ايه دي نتكلم عنها في المعيار خطوة مستقلة اللي هو ايه amount of consideration جزء من المبلغ نحن متفقين انت بتقول لي مسلا هتبني المبنى ده في خمس سنين بتلاتة مليون دولار طب اللي خصنا كام السنية دي بتدقي ايه انت قايل مسلا الدور بكزا او قايل المتر المربع بكزا يبقى ده transaction price تشوف انت عملت كم متر وشوف انت كده وفيت بالperformance بس الخطوة الرابعة بقى ان انت تعمل الوكيت البرفومانس obligation مع كل مطالبة من المطالبات العقد اللي انا المفروضة ورد سلع او خدمات يخصها كم من السعر كل ما اتم حاجة اعترف بيها لنفسي ده لسه معلش الكلام ده هنفهمه احنا لسه في مرحلة المصطلحات ازالة المصطلحات الغريبة عن المعيور الشركة بتاعتنا متوقع تطالب بمبلغ كام لما تسلم السلع والخدمات اللي هي وعدة بيها في العقد او سلع او سلع وانت هتديني بتاعتنا هي ده هي دي الاماونت اللي الشركة طيب بيقول اخد بالك ان والحاجات التانية دي خلاص خلاص احنا فهمنا كده المصطلحات الاساسية زي ما قلنا هتقع في الخمس خطوات دي خمس خطوات اللي هي موجودة هنا في المعيار ايه هي الخمس خطوات بيقول لك اي فرز الخمس تشارك باعترف بالقراض حاجات تتحقق عملية منطقية خطوة من الخطوة الاولى للخطوة الخمس اول خطوة ايه ايدنتفاي زا كونتراكت ويس كاست حدد المعاملة او العقد ما بين ايه بينك وبين الزبون طيب و ايه تاني تاني حاجة ادي الخمس خطواتهم وهنتكلم فيهم بالتفصيل تاني بعد ما اتحدد العقد ويقول لك العقد ده لازم يبقى ليه شروط متحدد طرفين ومتحدد مين كل واحد دي حقوق والتزامات الحاجات دي كلها انا اقراها طيب تاني حاجة ايه التزامات الاداء ان انا لازم اعملها السلع والخدمات اللي هسلمها تاني حاجة ايه تالت حاجة اه سوري اه كل معاملة سعرها كام الخطوة الرابعة تخصيص 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 اخصص ليه احتمال يكون العمد شائع في سلع وخدمات اخرى وفي سلع وخدمات منفصلة وفي سلع وخدمات كتلة واحدة على بعض خمسة كل بقى حددت خلاص كل سعره كام كل ما كل التزام اداء انا وفي بي اوارد السلع بتاعته او الخدمات بتاعته اعترف بالقرار انا ليه كاسه حتى لو مقبط نقدن اه حتى لو مقبط نقدن يبقى دي فلوس ليه عند الايه يبقى ده لو ما لو ما سلمتش يبقى علي يا باتي صح كده هو لما تكون الحاجة منفصلة وبتسلم لو الحكاية متصلة ومرور الوقت همنعف الفرق بينهم ازاي ان شاء الله طيب خلاص يبقى احنا كده تعالى نشوف اول خطوة من الخمس خطوات كده الخمس خطوات بتاعت المعيار كل اللي احنا اللي جاء وشروط العقد ان هو يكون ايه قالك اول حاجة ان العقد لازم يكون اللي هما الطرفين العقد الشركة المعردة والزبون لازم يكونوا موافقين ماضين على العقد ويكونوا ملتزمين في العقد صراحة يعني بتسليم الشروط اللي احنا قلونا عليهم حقوق كل طرف في العقد مكتوبة كويس يعني ايه حقوق انا ليه حقوق زي ما قلنا كده في تمن الحاجة اللي انا هسلمها وهو لي حقوق في الحاجة اللي انا هسلمها لازم اسلمها في معادة وبالموصفات المكتوبة وانا عليلت الزامات ان انا سلم الحاجة وهو عليلت الزامات ان هو يدفع تمن محدد كمان العقد شروط الدفع ما كنت قولي لا ده انا مش هدفع لك المليون جنيه مرة واحد انا هدفع كزا في سنة كزا او كل سنة هندفع خمسمائة الف مثلا يعني او كل ما تتم حاجة هندفع جزء حسب الشروط الشروط دي متحددة طمام انا دلوقتي يخد بالك انا بتكلم على مش على استلام الفلوس انا بتكلم على ايه احنا بنشتغل استحقاق الايراد واعترافي بالايراد حاجة وان انا استلامت حاجة بس انت لازم بص هيقولك هنا انت لازم تكون متأكد ان انت او يعني في احتمال ان انت تستلم مش مش هتشتغل بدون اجر يعني كمان بيقولك لطبيعة تجارية يعني الكنسدراشن دي من المحتمل انك تستلمها مش هيدحك عليك فيها يعني انه العقد مكتوب او خلاص دي كل دي شروط العقد وانت حددت العقد وحددت الحاجات دي اللي في اللي تعال بق للمهم اه اول خطوة بق للاعتراف بالايراد ان انت تحدد 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 يعني انا وعدت الزبون في العقد ان انا سلمه سلع وخدمات الوعود دي البروميسز دي هي البرفورمانس هو دي التزامات الاداء انا كده بالتزم على نفسي ان انا ادي هزي الالتزامات اه بقاوانس البروميسز البلوغيسز بقاوانس او 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 يعني ايه يعني الوبليجيشن المطالبات دي ممكن تبقى مفاصلة لو كانت السرع والخدمات اللي انا وعدت بيها هي مميزة كل ما تخيل مثلا ان انت بتقول ان انا هسلم مثلا مشروع اه انا 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 بتاعم اولات وهسلم اه عدد اه فلات مثلا فلات زغيرة او شريهات زغيرة. يبقى الفلات دي وحدات متميزة مميزة. اتزبوني ايضا يستفيد منها كل واحدة لوحدها منفصلة عن بعضها. تقول لي لا انا هسلم المبنى كله على بعض. لا يبقى كده مش وحدات منفصلة. اه فلازم تحدد في مرحلة المرحلة التانية دي اللي هو الستيب تو تحدد الحاجات المنفصلة المتميزة لوحدها والحاجات اللي هي ايه? اه كتلة واحدة. ممكن تتبع لوحدها. ممكن تتبع لوحدها. ممكن العميل يستفيد منها لوحدها او تتبع لوحدها. ايفرز خمسة عشر state that a good or service that is promised to a customer is distinct in both of the following criteria. عندي شروط عشان اقدر احدد دي او السرعة دي. اه تعتبر اه distinction. يعني مميزة. تقدر تفرق بينها وبنسرعة اخرى. او بيقول لك ادي الشروط اهي. كاستمر كان بنيفت. الزبون يقدر يستفيد منها لوحدها. بنيفت from a good or serve either on its own or together with other resources. يعني ما تستفيد منها لوحدها بس او او مع resources اخر. that are readily available to customers. تاني حاجة entity promise to transfer goods or service to customers separately. منفصلة. يعني بانفصال عن الوحدات الاخرى في الايه في العقد. خلاص احنا كده فهمنا ان انا الوحدة تبقى مميزة امتى? لما الزبون يقدر يستفيد منها الوحدة. او ان انا الوحد بتاعي في العقد ان انا سلمها منفصلة. تعال ادي نيه مثال عشان افهم. حاضر. ادي مثاله هو. بيقول لك اه اه او فيه شركة اسمها او فيه شركة اه 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 حزمة برامجة الصلاة. كولد كوم صوفت. كوم صوفت ده اسم البرنامج او اسم الباكتج اللي هي بتبيعه الشركة دي. او او لوجيستيكتي شركة تانية اتعقدت معها اوفيس سوليوشن تو سبلايز افولوينج. عملت عقد بس العقد ده ايه مش بحاجة واحدة ان هي اتبع لهم حزبة البرامج دي لا. ده بص ايه بيقولك سبلايز افولوينج. اه يبقى العقد ليه عدة بنوط. اللايسنز بتاعت دي. لايزنز او يعني نسخة رخصة استخدام الكم سوفت اللي هو الايه الكوميونيكيشن سوفتوير باكتش. تاني حاجة اني ستليشن سيفس. ان هي خدمة ان هما يجوا يسطبوا لهم البرامج دي. ممكن يحدثوا لهم البرامج اللي عندهم في كل جهزة الشرك. مش لازم يعني ان انت تعملها معاها. بس ممكن تحتاج تعمل ممكن ته? كمان معاها خدمة دعم فني. عشان البرامج لو وعت ولا حاجة يعمل لك دعم فني لمدة تلات سنين. وكمان تحديثات. تعال بقى فيه شوف الملاحظات دي عشان تعرف الخدمات دي منفصلة ولا متصلة لازم لازم مع بعض. احنا دلوقتي بنعمل ايه? في محلة. وده مسال على. العقد هو بيقول لك. الشركة متفقة مع شركة اخرى ان نتبع لها حزمة برامج التصالات. وخدمة تسطيب هزيه البرامج عندها على السيرفر بقى ومواقع الشركة وكل حاجة. ايه تاني? قال لك دعم فني لمدة تلات سنين. كل ده جوال عقد اه. وتلات سنين تعمل لها ابدات مجانية. مش مجانية يعني مدفوعة مع العقد. طب الخدمات دي منفصلة ولا لا? هنعرف ازاي? اهو المسال بيقول لنا. مش هي الشركة الوحيدة اللي بتقدر تعمل للكم صوفت. الدعم الفني اللي هو البند رقم تلاتة ده. ممكن شركات تانية تعمله. يبقى البند اتنين والبند تلاتة ممكن شركات تانية تعملها. اهي كمان نمية اربعة ممكن من غير ابدات البنامج يشتغل حلو. صوفتوير كان فانكشن ويزاود زا ابديتز. ان التكنيكال سبورت. اه ركوايو اكسبلين ويزاو زا جولز او سيفس بروفايدت. تو اه لوجيستيكسي. الشركة اللي هي التانية دي اللي هي الشركة الزبونة دي. ار دي ستينكت. السلع والخدمات دي مميزة ولا كده على بعضه. ايو ايوك يا جماعة. بالكلام اللي انتو سمعتوه ده كده تعتبر السلع منفصلة ولا متصلة. ليه دي ستينكت? اهو تعالى نقرأ الحل اهو. وده مش مسألة. هي دي مسال. بيقولك كوم صوفت. البرنامج ده. ده بفور اه اه زا ازر جود وزاوية ويقولك ممكن يشتغل لوحده يعني ممكن يشتغل لوحده من غير ومن غير وممكن شركة تانية تعمله وممكن شركة تانية تعمله تاكمل وممكن يشتغل من غير يبقى انا ممكن اشتري منهم بس بتاعته دي وخلص. صح ولا لأ؟ آه هو بيقول لك هو مين فانشن وزود زي او التكنيكال سبووت. ات ميبين كونكولوديت ذات. الشركة دي اللي هي الزبونة المشترية دي كان بنيفيت فروم اتش. افزا جودز او سيفز ايزر. اون زير اون. يا اما لوحدها. ممكن تستفيد من الخدمات او السلع اللي موجودة في الارب في الاربع بنود في العقد دول. يا اما لوحدها. متاحة. وممكن الشركة تانية قالك تعمل تعمل الدعم الفني تعمل وممكن البرامج يشتغل من غير ابديت. اه شوف بقى ايزا يبقى ده. كلام اللي في العقد هو هيفاهمك. ازاي تعمل تحدد الايه البرفورمانس اوبليكيشن. وهل هو سبريت ولا لأ. طب وانا ايهم انا واجه دماغي ليه السبريت ولا لأ. قصوية الحاجات لو سبريت يعني البرفورمانس اوبليكيشن دي لو منفصلة. يبقى كلما الشركة اللي هي هتقدم الخدمة او السلع قدمت لك حاجة خلاص اعترف بايرادها. صح ولا لأ? او انت انت كشركة يعني مقدمة للخدمات او السلع. كلما قدمت اوبليكيشن من اللي عليك في العقد. خلاص هتعترف بايرادها. زا بروميسز. العود توتوانسفير. اتش جود ان سيفيس توزا كاستما ارسبوات لي ايدنتفابل. ممكن الشركة اتورد لي البرنامج وتديني اللايسنز بتاعته وخلاص. استفيد بيه لوحده. واجيب شركة تانية تعملي انستليشن. وشركة تالتة تعملي دعم فني واشتغل من غير ابديت. شوف مش هتأثر يعني طريقة مؤسسة جدا ان انا ايه اه تستيب البرامج دي. از ستش زا سوفتوير ان دي انستليشن سيفيس او سيبايت اوتبوت براميس دي باي اوفيس سوليوشن. ما لكنها هي يوعود بس متحددة سيبايت. مفاصلة. باي اوفيس سوليوشن وزا وزان امبوتز. يوز تو بروديوز كومباين دا اوت. اه. في بقى حاجات تانية ما تنفعش تفصل. زي مسلا ما بتقول لي الزلط والرمل ومش عارفه الاسمنت. لما تيجي تقول لي انا ببيع واحدة واحدة متكاملة على بعضها. فيها كل السلع والخدمات مع بعض. مش قادرة افصل. مش قادرة اعمل سيبايت هنا. كده بتحليلنا المسألة دي. زا جودز ان سيفيس اه. يبقى الاربع حاجات اللي هي موجودة دي. كده في عندنا اربع منفصلين عن بعض. وممكن نحاسب على كل واحدة لوحدة. ايه رأيكم يا جماعة فهمت ولا? الحكاية دي مفهومة ولا صعبة? طيب اه انا عارف ان في ناس عندها مشكلة من من الصهر يعني بس احنا هنكمل جزء بسيط كده ونخلص يعني على طول. يبقى اول خطوة قلناها ان احنا نحدد العقد تاني خطوة ان احنا اه نحدد او تالت خطوة ترمين زا ترانز اكشن برايس. ترانز اكشن برايس انت بتقول لي بقى ايه? اه 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 نحدد سعر الصفقة والمقابل المتوقع للايه للسلع والخدمات. الشركة لما تقدي اللي عليها يبقى اللي هي اللي هتطالب بيها ايكام. اه يبقى دا تالت خطوة وهو بيقولك الخطوات منطقية بتاعت ايفرز خمستاشر. ليه كان في مشكلة زمان في الاعتراف بالاراد. كان يجي الجاب الامريكي يقول لك فيه خمس شروط. مش عاقل الاعتراف بالاراد الايفرز. تقول لك فيه تلت شروط يختلف وده يقول تلاتة ده يقول خمسة. انت سلمنا اللي مش عاقل في المنافع والمخاطر والمستهلك اللي مش عاقل في اللي. لأ. عندنا خمس خطوات منطقية. كل واحدة تليها حاجة. بس. وكده الجاب الامريكي اتفق مع الايفرز. في النقطة دي وما فيش الخلاقة مش هتحصل. وبعدين ايه بقى? مش هيبقى على شركات المقاولات. ولا شركات التوردات. ولا شركات الخدمات. لأ. المعيار كده بقى شامل اي حاجة في الدنيا. اي نشاط. بس يكون معمول بعقد. وطويل الاجل. والشروط اللي قالك عليها دي. ومحدد الالتزامات والواجبات بتاعت كل طرف. آآ. التالت خطوة قالك ايه? تترمينز الفلوس اللي انا هطالب بيها. اللي هطالب بيها الزبون. في لما سلمه. اه ما سلمه السرعة والخدمات اللي احنا متفيين عليها. ممكن تبقى حاجات متغيرة وانا متوقع. آآ. تزيد او تقل. زي مسلا ساعات عقود المقاولات يقول لك ايه? هتزيد بقى نسبة عشرة في المية لو لو الحديد سعره زاد او الاسمان تغلي اوش عالف ايه آآ. ممكن يبقى فيه توقع مقبول حاجة بسيطة. ممكن اسعار السلع او الخدمات تزيد فانبقى كتبين في العقد. فيه حاجات كده متغيرة بسيطة. او تقول لي مسلا سعر الوحدة الف جنيه هي فاريبل. عملت ميت وحدة هتاخد آآ الف جنيه في مية. عملت ميتين وحدة هتدقى اه ايا كان بقى. انت بتقول لي ان انا انت في احتمالية الابد فلوسك يعني ان انت فلوسك اه مش هتروح عليك يعني بس انت بتقول لي في يعني اه احتمالي انت بضع اكتر يعني. طيب value of money ان انت كمان ممكن ممكن يبقى فيه اه مصائف تمويل يعني. variable contingent amount are only include where it high probable that there are not be a reversal of revenue when any uncertainty associated with the variable consideration is yourself. example. يعني مسلا ممكن يبقى فيه خصمات. يعني الخصمات. الحاجات اللي هي بتبقى كده هداية مسلا. مرتجعات. برايس آآ كل دي خصمات. مسلا زي بتيجي مسلا. تقول لي آآ والله احنا انتفقنا مسلا انت هتورد لي آآ امصان للموظفين عندي. ففي في امصان لقيت فيها دفوهات. فانا هرجعها. فيجي يقول لك المصنع بقول لك يبقى ملاش ترجعها. مبلاش ترجعها بس انا هديك خصم. يعني مسلا ان احنا متفقين الاميس بمية جنيه خلاص الاميس اللي هحسبها لك يا عام الامصان بخمسة وتسعين. عشان يعني شيلت ايه الدفوهات اللي في كام اميسة عندك يعني مش مش الامصان كلها بايزة. آآ فانت بتدي خصمات بتدي في عندك ولكن معقولة مش 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 هتخسر المبلغ كله. فروق معقولة فروق بسيطة. آآ طيب ندي مثال بس عن الموضوع ده اللي هو الخطوة التالتة. تودتوماين زا ترانز اكشن بايز ولا الناس نمت المسال ده ايه ايه خليك تباه فاهمها فاهم الموضوع ويه آآ تقدر تتابع القصة آآ ديتوماينج بايز بقولك بس باي عم. عندي شركة اسمها آآ تابلوب آآ سابلايز لابتوب كومبيوتر تو لارج بيزنس شركة اسمها تابلوب بتورد لابتوب بيختار اسامي شركات غريبة اوه. المهم في سنة آآ جولاي الفين خمسة وعشرين دي ولا الفين وخمستاشر ان كان. الشركة دي انتريد انتو كونتراكت ويز تري او تريل كو. تريل كو دي هي الزبون اللي هتشتري لابتوب من الشركة اللي هي اسمها غريب دي لاب تابلوب بعكس لابتوب. اندر ويتش شركة تريل كو دي ووز تو بيوتشيز لابتوب بخمسمائة دولار بير يونيت. هتشتري اللابتوب الواحد على كام? على خمسمائة دولار للوحدة الواحدة. طيب حلوة اوي. يبقى كتب الكلام ده في عقد? كتبوه في عقد. العقد بيقول لو شركة تريل كو. بيتشيز مور زان خمسمائة لابتوبس في السنة? لو هتشتري اكتر من خمسمائة في السنة? زبرايز بير يونيت از ويديوزد ريتروس بيكتافلي. طور ربعمائة وخمسية بير يونيت. يا نهر ابيض. لو الشركة هتبيع لنا. هتشتري مننا اكتر من خمسمائة اه بتاع هتديكو يا عامة الواحدة مش هتبقى بخمسمائة هتبقى بربعمائة وخمسين. يعني كمان هقلل من القديم. بس اخد بالك. في تلاتين ستة. يعني انت لازم تحاول تكسب العرض ده قبل ما السنة المالية بتاعتها تخلص. حلو. طيب. الشركة التانية بقى. كل ما تيجي تطلب طلبية هنشوف هي بتطلب اكتر من خمسمائة? تاخد الخصم? ولا اقل? ما تاخدش الخصم. تبقى الوحدة عندها بخمسمائة جنيه. خمسمائة دولار. لكن لو اخدت اكتر من خمسمائة لابتوب في السنة هيبقى الوحدة بتاعتها بربعمائة وخمسين. فيه خصم. هي دي الفاريب اللي هو بيقول لك عليها. طيب. بيقول لك في تلاتين سبتمبر. في تلاتين سبتمبر. يعني بعد تلات شهور من السنة المالية. الشوك التواليكو دي اشترت سبعين لابتوب فروم من الشركة. من شركتنا. خلينا احنا تاب لوب دي شركتنا احنا. يبقى هم طلبوا مننا سبعين سبعين جهاز كومبيوتر. زير فار استيماتد ذات. توي كو دي. بيوتشيز ودينت اجزيد خمسمائة. انا احنا بنتوقع ان هي بالطريقة دي مش هتزود على. ليه? لان الربع الاولاني طلبت سبعين. طب الربع التاني والتالت. يعني احتمال تطلب كمان متين وعشوة لو هي لو مشت على كده. على بال ما 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 الاربع تاربع يجو. يبقى هي مش هتزيدة عن خمسمائة. صح? احنا قلنا لو زادت عن خمسمائة في السنة. بس الربع الاول. اللي هو اول تلات شهور يعني. يعني بيقولك في نهاية سبتمبر. احنا بقول الشركة بتبدأ من تلاتين ستة. السنة المالية بتاعتها بتنتنيه في تلاتين ستة وتبدأ في تلاتين ستة او واحد سبعة. فعندها سبعة وتمانية وتسعة ما طلبت شغل سبعين كمبيوتر. او سبعين لابتوب. فهو بيقولك ايه بقى كده مش هتزيد عن ايه? عن خمسمائة. مش تاخدوا خصم. خصم الكمية ده. طيب. الحالة التانية بقى. بيقولك من الكوارتر. اللي ايه? الكوارتر انديد واحد وتلاتين ديسمبر الفين وخمستاشر. تريلو دي ولا تريلكو دي? اكس بانديد ويدلي ازا وزلت اوف عدها لها طلبات زادت. بيوتشيز اديشنال ميتين وخمسين لابتوب. في فروب واحد طلبت ميتين وخمسين لابتوب. في طبع فروب واحد طلبت ميتين وخمسين. تابلوب زين استيمات زاد. في الحالة دي. آآ الشركة توقعت ان تريلكو بيوتشيز وود اجزيد. توقعت كده ان 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 ايه? ان الطلب هايزيد في كل راعة لو لو طلبت ميتين وخمسين. يبقى ممكن في خلال الساعة التلات اربع الفضلين او الرابعين الفضلين يبقى سبع مئين وخمسين يبقى اكتر من خمسمсаة. يبقى كده اديها اللي الخاصة. آآ اه 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 واي جزيد زي زي اللي هو اللي احنا متفقين عليه الآآ في تلاتين ستة الفين وستة عشر. يعني بعد سنة. الحل ايه بقى? بيقول لك المطلوب ايه? المطلوب من المسألة دي. بتاع شركة في الاول الكوارتر تلاتين سبتمبر لما كانوا طلبين سبعين. وفي الكوارتر بتاع واحد وتلاتين ديسمبر الفين وخمستاشر هوين? اه 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 اي فارز خمستاشر. اللي هو بتاع اه اه اي فارز خمستاشر بيقول لي ايه? حدد لي العقد وحدد لي وحدد لي بس. طيب. هنحلها ازاي? بتقول لي بص بقى انا عندي حالتين. اول حالة او يعني الشروط العقد ده بيقول لك لو الشركة اشتريت اكتر من خمسمائة كمبيوتر في السنة او انت متوقع ان تشتري اكتر من خمسمائة كمبيوتر في السنة هتديها خصم باصر راجعي على كل اشتريته في السنة. بدل ما تبقى الوحدة بخمسمائة تبقى الوحدة بربعمائة وخمسين. لكن لو ما اشتريتش اكتر من خمسمائة في السنة هتبقى الوحدة بخمسمائة. الحل ايه? الحل في حالة لما كانت لسه في الربع اللي هو الاولاني ده كانت شارع سبعين كمبيوتر applying the requirement of ايفرز خمستاشر الشركة اللي هي تريلي كو دي برشيز باتر في في تلاتين سبتمبر الفين وخمستاشر اللي هو الرابع الاول لما انتهي تابلوب شود انكلود واتد اتووز هايلي بروبابل اه اللي كان متوقع ساعتها ايه سيجنيفكانت ريفيرسل انزا كوميوليتف اماونت اوف بفينيو كوجنايز خمسمائة خمسمائة دولار باللابتوب يعني انا هحسب لهم السبعين لابتوب على خمسمائة دولار من غير خصم او من غير خصم ليه انا متوقع ان هما في اول ربع خدوا سبعمائة ايه لابتوب يبقى لو في التلات اربع التانيين خدوا سبعين قصدي لابتوب سبعين فاربعة كان بميتين وتمانين ما معدوش الخمسمائة يبقى ديهم خصمي ليه دي بقى ما اديهمش خصم يعني لو اشتروا في السنة كلها بنفس الواتيرة دي يبقى متين وسبعين متين وتمانين وسبعين كم ما هيعملو توتمية وخمسين مش هيعدو الخمسمائة تمام اه و انت اكيور هونز انسلتانيتي ووز وي سولفت ذات ايه از هوين زا توتال اماون او بوز ان وزنوين اه كونسيك تابلوب شود وكونايز وفينيو سبعين واحدة في السعر الاصلي من غير خاص لانه ما طلبوش ما فيش اي دليل انه هما طلباتهم هتزيد على الخمسمية فاديهم ربعمائة وخمسين بقى صعر راجع على السنة كلها تمام خلاص يبقى احنا كده ماشيين تمام في اول سنة انه ما حصل بقى زيادة في الطلب في اول قصدي اول كوارتر الخصمي بيبقى السنة كلها انت شايفها مع ادى بس ممكن تكون في عقود اكثر تعقيدا بكتير فعشان كده انت كده معلش انت بتاخد مثال على كل خطو معلش لو ده يعنى نص محاضرة تاني في الموضوع ده مفيش مشاكل بس اني بقى فاهمينه كويس اول بس انا انا بطلب من الناس ان هي تراجع الموضوع ده تاني وتقرأ من الكتاب بالتفصيل لان قدامها اسبوع ما ما ينفعش انت تسمع بس الكلمتين بتوع دول لان الدبلوم يا جماعة مهمة مهمة وتفصيلية ولازم تقرأ كتير وتحل كتير حلوة وخلاص احنا عرفنا اول ربع قلتلي كده متوقع ان هما لو مشوا بالوتيرة دي عموهم هي آآ السنة هتخلص عموهم هيعدوا الخمسمية واحدة فمش هيستحقوا خاص ما هيبعلون بالسعر المعلن وليس بالخصم ان كوارتر بقى حصل بقى في الكوارتر التاني في نهاية واحد وتلاتين ديسمبر الفين وخمستاشر يعني من شهر التسعة عدى بقى عشرة واحداشر واثناشر في كوارتر تاني ثلاث شهور كده بقى بتاع المشتريات بتاعتهم زاد اتغير تكون كليوت زاد تريل كوبرتشيز وود اجزيد زا شفر زا شفر اه كده هيزودوا الحد المتفع عليه فور زا انا كنا متفقين لو لو المشتريات زادت عن خمسين لابتوب هديهم خاص هخللهم الوحدة اللابتوب الواحد بربعمائين وخمسين بدل خمسمائة انزيير كام اليير اللي هيخلص في تلاتين جونيو الفين وستاشر لسه في نصين تانيين هما دلوقتي طلبوا امتين وخمسين وكانوا طلبين سبعين يبقى دي كده تلتمية وكام آآ تلتمية وعشرين لو طلبوا امتين وخمسين ومتين وخمسين تاني يمشوا على المتين وخمسين دي انا بتوقع ان هو اه لا يبقى يبقى سبعين وخمسين هيعدوا الخمسمائة صح? سبعين وخمسين تمامية كمان تمامية عشرين بقى نقول لحاجة ساكة المهم يعني اصل ده تقدير يبقى معنى كده ايه ان بالشكل ده هيعدوا الخمسمائة. آآ يبقى انا في الحالة دي ايه? في الحالة دي. الباتل ان دك بيوحيلي ان فيه ان كده هم يستحقوا الخصم. زر فور زاد اتووز ابو بريد توريديوس البرايس البرايس كده هيقل معهم لانهم كده استحقوا ايه آآ لو 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 هم اربع تربع وهم جمف ربع است اشتنوا مني بمئتين وخمسين دا لو مشوا على كده من اول السنة كانوا يعملوا الف آآ آآ لابتوب يستاهلوا الخصم. الشركوا بتقولهم بس خمسين لابتوب هديكوا اه هديكوا خاص. آآ يبقى كده هم ايه انا هحسب لهم كام? هحسب لهم. الميتين وخمسين دول على الربعمية وخمسين. يعملوا كام? يعملوا الف ومية واثناشة. صح? وهنا بيقول لك اه اعترف بيه اه بالف وتسعة الكوارتا والاندد واحد تلاتين اتناشة. الاماونت بتاع الربعمية وخمسين في الميتين وخمسين. اللي هما. الناقص اللي هما اشتروا في الفتوة اللي فاتت اللي هما ايه يعني اتدفعت خلاص بيه ايه كانت اه تلات تلاف وخمسمية اه يعني هما اشتروا اشتروا سبعين. وانا حسبتهم او يعني حسبتها لهم على خمسمية. بس انا دلوقتي لما 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 البتل بتاعهم مواضح ان هما هيعدوا الخمسمية. اللي كان في العادي كان بيقول لك تديهم خصم باصر واجعي. فانا هاجع اديهم خصم على السبعين اللي اشتروا في الكوارتر اللي فات. فالف ومية واثناشة ناقص تلات تلاف وخمسمية تلات تلاف وخمسمية جات منين سبعين لاب توب اشترواها بخمسمية دولار. وانا هديهم خصم خمسين. هلاجع لهم احسبها لهم على ربعمية وخمسين. يبقى تلات تلاف وخمسمية ناس المية واثناشة والف. يبقى انا هاعترف باراد كام? هاعترف باراد مية وتسعة الف. ليه بقى الكلام ده? لان انا كده عندي شرط اه خلى الايراد بالنسبة لي تمام? ومعيار خمستاشر قال لي حدد لي وكل ما يحصل في بعد ما بتعمل بتحدد وبتحدد بتعمل وفي الخطوة الرابعة والخمسة ان شاء الله نشوف التفصيل ده.